الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز يعني فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة وعن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخام فحكها بيده فتغيض وثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة وأيضا في حديث الذي سأله عن لقطة الإبل غضب قال دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر إلى آخر ما ورد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم والمتأمل في غضبه عليه الصلاة والسلام يجد بأن غضبه كله إنما كان لله عز وجل وعمر بن الخطاب حينما استغضبه رجل فقال له إنك لا تقضي بالعدل ولا تعطي الحق غضب وحمر وجهه فقيل له يا أمير المؤمنين ألم تسمع إلى قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين وهذا جاهل قال صدقت فكأنما كان نارا فأطفئت ولذلك أخواني وأخواتي بالنسبة للغضب المحمود ما كان لله وأيضا بشرط أن يكون باعتدال وبتوازن وأما الغضب المذمون فهو منه الشيطان أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شرور الشيطان وكيده وأن يوفقنا وإياكم لكل خلق حسن صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم نذكروا مستمعين الأكارم برقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلاة هنا في الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أنا لا أتذكر إذا ظلمت شخص أو لا لكن يقول إذا أنا ظلمت شخص وأريد منه أن يسامحني يقول سواء كان هذا الشخص قريبا مني أو بعيد وسواء يقول كان حيا أو ميتا فيقول كيف أتسامح منه الحمد لله ظهر لي من السؤال بأن الأخ لديه وسواس مثلا أو شك أو توهم مثلا يقول ما أدري أنا ظلمت أم لا لذلك يا أخي الفاضل من الأصل أنك ما ظلمت هذا الأصل ما ظلمت أقاربك ولا من حولك فدعك من هذه الوساوس ودعك من هذه الأوهام ولا بأس أن تلتزم اللهم اغفر لي ولإخواني ولأخواتي اللهم تجاوز عني عن كل مظلمة ظلمتها لأحد وشيء من هذا القبيل حتى تطمئن ولله الحمد والمنه إزاك الأخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما هي الكتب الجيدة في علاج القلوب الحمد لله أفضل الكتب في هذا الباب كتاب الداء والدواء لابن القيم إذا أردت الكتب المصنفة في هذا الباب وأما أعظم كتاب فهو القرآن فهو شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة ولكن حقيقة ما أشرت إليه قبل قليل وهو كتاب الداء والدواء ويسمى الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي هذا من أفضل المصنفات التي ألفت في هذا الباب زاكا الخير فهو الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز أن تغضب الزوجة من زوجها لأمور دنيوية؟ الحمد لله هل يجوز أو هل يمكن قضية هل يجوز؟ لا يعني لا يجوز للمرأة ابتداء أن تفتعل المشكلة التي تؤدي إلى الغضب وتتجنبها أما هل ممكن؟ نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام غضبنا عليه نساءه في أمور دنيوية ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها إني لا أعلم متى تكونين راضية عني أو ساخط علي فكانت تقول وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية تقولين لا ورب محمد يعني من حيث القسم وإذا كنت ساخطة تقولين لا ورب إبراهيم فقالت يا رسول الله والله إني لا أهجر إلا اسمك فهذا أمر طبيعي ما يتعلق بقضية الغضب الدنيوي طبيعي جدا لكن أن تفتعل المرأة المشكلة أو تبحث عنها كما يعني جاء في أول السؤال فإن هذا لا يجوز زكرا لخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم ستة ستة ثمانية ثمانية يقول هل يجوز أن لا أكلم أحد إذا فتتني صرات الفجر في المسجد ما فهمت السؤال كيف لا أكلم أحد يعني هل يريد أن يلجأ إلى الصمت يعني يعني يقول فضل الشيخ إذا فتت صرات الفجر في المسجد يبقى صامتا طول اليوم نعم الحمد لله إذا كان الأخ الفاضل يعتقد بأنه إذا فاتته صلاة الفجر فإن كفارة ذلك أن لا يكلم أحد فقد ابتدعه هذه بدعة في الدين أو يعتقد بأن الصمت سيكون كفارة هذه بدعة في الدين النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا واقفا في الشمس لا يتكلم فقال للصحابة من هذا قالوا هذا أبو إسرائيل يا رسول الله صحابي قال ما له قالوا يقول بأنه نذر أن يقوم في الشمس وأن لا يتكلم وأن يصوم ولا يفطر فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليكمل صومه يتم صومه وليستظل وليتكلم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا النذر باطل أنه ينذر بأنه لا يتكلم فالأخ الفاضل لا يعتقد بأنه مثل هذا مشروع ليكفر ذنبه طيب ما هو المشروع لمن فاتته صلاة الفجر التوبة إلى الله عز وجل أن تعمد ذلك والحرص على أن لا يقع في هذا مستقبلا ويبذل الأسباب المعينة على القيام على صلاة الفجر برك الله فيكم أحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-00-55-1688 الرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6-6-88 لمشتركة صلاة هنا فضل شيخ أيضا يسأل عبر الرسال النصية القصيرة يقول لاحظ هل هذا شيء وارد؟ الحمد لله المحفوظ من كلام أهل العلم هو وضع السبابتين في الأذنين قالوا لأن هذا يعني يزيد من قوة صوت المؤذن أو يضع أصابعه على أذنه لكن هل ثبت في هذا الشيء الذي يظهر بأنه لم يثبت في هذا الشيء ولكن إذا استعان المؤذن بمثل هذا ويرى بأنه أقوى لصوته فلا بأس بذلك ولذلك الذي سأل بارك الله فيه أظن بأنه رأى من أدخل أصبعه في أذنه أو وضع يده على أذنه مثلا ومن الناس من المؤذن من يستعمل هذا حتى يخفف من قوة الصوت الحارج من فمه على أذنه يخفف ذلك على أذنه زكا الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسال النصي القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما حكم رسال أدعي في كل جمعة ويقول البعض يرسل ساعة استجابة بعد عصر الجمعة ادعو الله هذه ساعة استجابة الحمد لله يوم الجمعة طبعا فيه ساعة ما يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يعني يدعو إلا استجاب الله تعالى دعاءه والكلام في تحديدها يعني خلاف طويل وملخص الخلاف يعني يكون في وقتين عند خروج الإمام للخطبة يعني من خطبة الإمام مع الصلاة والقول الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ولما كان هذا جاءت فيه نصوص تدل على أن هناك ساعة جازة تذكير الناس وتنبيه الناس وإعلام الناس أيضا والطلب أيضا من الناس أن يدعو له يظهر لي بأن هذا لا بأس به بارك الله فيكم فرسيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما هي النصيحة للزوج إذا كانت زوجته سليطة اللسان وصوتها مرتفع فيقول في هذه الحال كيف يتصرف الزوج الحمد لله لا يجوز لي المسلم عموما أن يكون يعني ممن يرفع صوته عاليا ويعني يتخاطب مع الناس بمثل هذه اللهجة وبمثل هذه الطريقة فإن الله عز وجل قال كما في وصية لقمان لابنه واخفض من صوتك وغضض من صوتك قال في آخر الآية إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ولذلك المسلم طالب بأن يعتدل في خطابه وفي كلامه وفي تخاطبه مع الآخرين هذا على سبيل العموم فكيف فيما بين الزوجين يجب على الزوجة أن تتأدب مع زوجها وأن تتخاطبه أو تخاطبه بأجمل العبارات فالله جل وعلا يقول وقول للناس حسن يقول جل وعلا وقول لعبادي يقول التي هي أحسن ولا يجوز للزوجة أن ترفع صوتها على زوجها أو أن تتكلم معه بيعني عبارات نابية أو بإسفاف هذا كله محرم ولا يجوز ولذلك للزوج أن يذكر زوجته وأن ينهاها وأن يعلمها وأن يرشدها وأن يصبر عليها فإذا بلغ الأمر مبلغ بحيث أنه لا يمكن احتمال هذا الأمر فيجوز له شرعا أن يطلقه يعني الشريعة ما منعت الزوج الذي تحته امرأة سيئة الخلق أو سليطة اللسان أن يبقى معها لأن هذه ليست عشرة بالمعروف لا يمكن للزوج أن يحقق هذا المقصد الذي جاء في قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف إذا كانت المرأة تتخلق بمثل هذه الأخلاق السيئة بارك الله فيكم أفضل شيخ وأحسن الله إليكم يقول أنا رجل مسن أصلي على كرسي يقول اليوم كنت في الطريق وأذن المغرب وأنا يقول في السيارة اتجهت باتجاه القبلة وصليت الحمد لله إذا كنت أخي الفاضل مقعدا لا تستطيع القيام في الفرض ولديك عجز ولا تصلي إلا على كرسي فلا حرج في ذلك أن تصلي في سيارتك متجها إلى القبلة لأن الحال واحدة الحال واحدة كما أنك تصلي في المسجد على كرسي وفي البيت على كرسي فأنت في السيارة على كرسي تستقبل القبلة وتصلي لكن بشرط أنك تصلي يعني لوحدك أنت بعيدا عن الارتباط بمسجد والمساجد وذلك لكونك خارج بقعة المسجد برك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي التصالات هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول أشتاق لوالدي المتوفى منذ أكثر من عشر سنوات ويقول لازلت أشعر بالحزن وأتأخيله دائما وأحلم به في بعض الأحيان فمن نصيحة الحمد لله لا شك بأن هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلبك فأحمد الله سبحانه وتعالى عليها وعليك بالاشتغال فيما ينفع الوالد في قبره وذلك من الدعاء له والاستغفار مثلا له وصدق عنه وكثرة ذكره بالخير وصلة الرحم التي لا توصل إلا به ساكل الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا هنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يريد منكم فضل الشيخ توجيه نصيحة على خطر أخذ الغروض الربوية من البنوك الحمد لله بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يمتثل لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يبتعد عن كل ما حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولذلك من المحرمات المجمع عليها بين علماء الإسلام ولم يخالف ذلك أحد الربا فالله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا قل جل وعليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ولا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى الربا وقد عفاه الله سبحانه وتعالى تكلم العلماء على مسألة الضرورة والضرورة هي حالة يصل إليه الإنسان إن لم يتناول الحرام هلك هذه الحالة وأعتقد بأنه ما يصل الإنسان في هذا الباب إلى يعني وضع إذا لا بد يتناول فيه الربا الربا مال ولذلك يتناول الميت ولا يتناول يعني ويذهب يأخذ قرضا رباويا فعلى الناس أن ينتبهوا وأن يعلموا بأن أكل الربا من كبائر الذنوب ومن عظائم العثان إزاك الله خير أحمد الشيخ وأحسن الله عليكم معنا أخي سعيد فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة كلها سعيد الله خير أنا قبل سنة أسابيع الله أقول لعمرك سألت سؤال نعم بالنسبة للحوم المصنعة قصدي في اللحوم المصنعة مو بالنقانق والأسياع هم يأخذون يأخذون الزيئات أو من اللحم اللحم الدجاج كان أو اللحم اللحم بيضعونها في مواد ويحطونها بكهرباء محينة اللي هي الخلية تبدأ بالخلية فتتكاثر الخلايا تتكاثر في المأمل طبعا تحت بلازمة والكهرباء محينة نعم كيف يا يا الخلية هذه وين يا الخلية هذه نعم تتكاثر هذا هذا موجود في الأسواق خسايد أنا ما بغير يتكلم في وين موجود بس موجود يصنع وهذا الاستعمال آدمي أو الاستعمال غير آدمي الاستعمال آدمي ووجع لأن الأهل جابوه من محلفة لما رأيته ومكتوب عليه حلال وكل شيء صدر صدر الدجاج لونها أحمر شديد حتى مختلف عن اللون الدجاج الطبيعي نعم فهذا النحن هو مصنع اللي طبعا سووا اللحوم للبقار لهذا ومنها الدجاج اللي هي صدور صدر الدجاج موجود فيه هذا مكتوب عليه حلال ودجاج مكتوب ومو مصنع خلية يعني من خلية مصنع بالبلازمة وبكهربة معينة وفي المختبر نعم وهذا السؤال يعني هل يجوز فيه يعني فإن شاء الله الله يرضاك كلا خير الله يحفظك خسي ما شاء الله رد هيا كلا لغا سعيد فأس شيخ يسهل أن اللحوم المصنعة يقول هناك طريقة لتصنيع اللحوم في يعني معامل معينة يأخذون جزيئات من اللحم تحت يقول يعني مواد وكهرباء بطريقة يقول معينة يصنعون هذه الجزيئات اللحم يصنعون مثلا منها يقول صدور الدجاج وغير ذلك فيقول فأس شيخ ما حكم يعني هذا الأمر الحمد لله بالنسبة لهذه الأشياء الطارئة والجديدة حقيقة لا يمكن أن تكون فيها فتاوى فردية وإنما هذه تعرض على لجان الفتوى فتدرس هذه الحالة وذلك بمراجعة الجهات ذات الاختصاص ويطلب من الجهات أن تعرض كيفية تصنيع هذه الأشياء والمواد المركبة فيها وأيضا يستشار في هذا الجوانب الصحية بالسؤال عن يعني الضرر أو عدم الضرر لأن الشيء قد يكون يعني مباح مثلا من حيث الأصل كونه يعني تشكل من مكونات مباحة لكن المآل فيها ضرر والشريعة تنظر إلى المآلات القاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد ونظر إلى المآلات معتبر في الشريعة فأعتذر من الأخ السائل ولذلك أعتقد بأن مثل هذه الحالات تعرض على اللجان الفتوى وتدرسها دراسة مستوفية وتخرج بفتوى في مثل هذا الشأن زكا الخير فرشيخ وأحسن الله إليكم نعود لرسالة نصية القصيرة يقول سافر أسبوعيا للعمل من الفجيرة إلى مدينة العين ويقول أنا مقيم فيها هل لدعوات مستجابة هل دعاي مستجاب للنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن المسافرة دعواته مستجابة فيقول أنا مقيم لكن في نهاية الأسبوع أعود للفجيرة الحمد لله نعم أنت ينطبق عليك السفر لأن المسافة بين المدينتين مسافة سفر ولذلك تحرص على الدعاء وهذه فرصة لك أن تكثر من الدعاء لنفسك ولأهلك ولأرحامك مثلا ولجميع المسلمين والمسلمات زكا الخير أحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول أنا موظف وعملي يبعد عن منزلي يقول مئتين وسبعين كيلومتر وعملي يكون سبعة أيام وسبعة أيام راحة هل يجوز أن أقصر في الصروات في أسبوع العمل الحمد لله الذي يظهر والله أعلم من كانت هذه طريقته وحالته أنه لا يقصر ويعد المكان الذي فيه العمل إقامة ثانية له ولذلك لا يقصر ولا يجمع وإنما يصلي صلاة مقيم بارك الله فيكم أحسن الله إليكم يقول أنا أخذت قرض ربوي والآن أريد أن أخرج من البنك لكن يقول البنوك الإسلامية لا تقبلني الحمد لله يعني ما أدري ماذا يقصد البنوك الإسلامية لا تقبله هل يقصد تحويل القرض إلى البنوك الإسلامية أنا لا أنصحه بذلك حتى لو قبلتهم ما أنصحه بذلك لأنه سيتوسأ في هذا الباب ويطول عليه الوقت والواجب عليه التوبة إلى الله وإصلاح ما بينه وبين الله والحرص على أن يتخلص من هذا القرض بأسرع طريقه ويعينه الله سبحانه وتعالى على ذلك إزاك الأخير فانسيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل تصح صلاة المرأة إذا صلت وهي تلبس النقاب الحمد لله الجواب نعم يعني إذا صلت المرأة بنقابها فصلاتها الصحيحة ولله الحمد لله لأنه ليس من شروط صحة الصلاة أن تكشف المرأة وجهها لا وإنما المرأة يعني إذا صلت تكشف وجهها وكفيها نعم في الصلاة لكن إن سترت لا حرج في ذلك ساكا الخير فانسيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا كنت أصلي الفرض فيقول فانسيخ دخلت جماعة وبدأوا يصلون هل يجوز أن أقلب الفريضة إلى نافلة وألتحق بالجماعة الحمد لله لا أصل أن الإنسان يستمر في صلاة لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم لكن إن رغب في هذا وراد الأجر لا حرج يقلب الفريضة إلى نافلة ويحرص على أن يدرك الجماعة مع هذه الجماعة لكن لا يجوز قلب النافلة إلى فريضة وإنما الفريضة تقلب إلى نافلة إذا رأى الإنسان مصلحة في ذلك بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم ذكروا مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركة صلاة هنا فضل الشيخ تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة تقول أن امرأة تطلقت تقول عبر المحاكم لا الضرر طلقة واحدة وطليقي لم يطلق لا لفظا ولا عن طريق التوقيع وفي أثناء العدة حصل تقول جماع بيني وبينه ولم يقم طليقي في أرجاعي أبدا لم يكن لدي علم بأنه إذا تم الجماع أثناء العدة فأني أعتبر راجعة فأتقول أحتاج إجابة ما الذي يجب أن أقوم به في هذه الحالة الحمد لله ما دام أن الحالة صدر فيها سك من القاضي فإنها في مثل هذه الحالة تكون حالة الطلاق فسخ وهي قد بانت منه بيننا صغراء ولذلك ارتكبت هذه المرأة خطأا كبيرا جدا حينما مكنت زوجها من جماعها في هذه الحالة وهي لا تحل له أصلا وليست مطلقة رجعيا وهو حرام عليه إتيان امرأته وهو لا ينوي إرجاعها ويعتبر هذا في يعني في مصطلح الفقهة وعند الفقهة بالزنا والعياذ بالله ولذلك اختلف هذا راجع المحكمة التي أصدرت سك الطلاق واستبيني من القاضي على الموضوع لأنك أنت ما ذكرتي هل القاضي اعتبرها طلاق رجعي أو طلاق بائن فراجع المحكمة بارك الله فيك واحذري أن تمكني زوجك أو أن تسمحي له عفوا طليقك أو أن تسمحي له بأن يعني يخلو بك أو شيء من هذا القبيل واستغفر الله من هذا الخطأ الفادح الذي وقعت فيه زاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول للعقيقة كيف توزعها هل يجوز أن أطبخ هذه العقيقة كاملة وأدعو الأهل للغداء عليها الحمد لله بالنسبة للعقيقة من أهل العلم أن يذهب إلى أن يصنع بها كما يصنع بالأضحية من التثليث ثلث له وثلث صدق وثلث هدي الذي يظهر بأن العقيقة القصد منها في المقام الأول إراقة الدم شكرا لله عز وجل الذي وهب هذه النسمة وهذا المولود وأما اللحم فيصنع فيه الأصلح ما الأصلح جمع الأقارب يطبخ ويجمع الأقارب الصدقة مثلا توزيع بعضها وأكل بعضها فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن زكا الخير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم يقول إذا لم يستطع المسافر أن يصلي الجمعة فيقول في هذه الحال هل يجوز له أن يصلي الظهر ركعتين ويجمع معها العصر ركعتين الحمد لله المسافر الأصل أنه لا يصلي الجمعة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة في السفر ولذلك بعض المسافرين يحرص على صلاة الجمعة في السفر وربما يعني رتب على نفسه ضرر أو على رفقته أيضا حرج وما يعني الله عز وجل لم يأمرك بصلاة الجمعة في السفر وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرك بذلك بل أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الجمعة في السفر ولذلك بارك الله فيك تصلي الظهر ركعتين قصرا وتصلي العصر ركعتين قصرا تجمعها تجمعها مع صلاة الظهر زكرا خير لأنك أخطعت أنت صليت ركعة واحدة وقد دخلت الصلاة ناويا ثلاثة ركعت تقوم فتكمل ثم تسدرسه بعد السلام زكرا خير ركعتين أخوة أحسن الله إليكم تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 تقول هل يجب أن تكون عباءة المرأة لونها أسود وما الحكم إذا كان لون عباءة المرأة غير الأسود الحمد لله أما قول الأخت يجب لا ما يجب لكن ينظر إلى العرف عرف البلد فإذا كان نساء البلد يلبسنا السواد العباءة السوداء نعم تلتزم هذا ولا تخالف نساء بلدها لأنها ستكون في محل شهرة نبي عليه الصلاة والسلام يقول من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة وأما إذا كانت في بلد يلبس اللون البني مثلا النساء يلبسنا البني أو الأبيض أو الأزرق نعم لا تخالف لباس أهل بلدها هذا هو المعنى بارك الله في الجميع زكا الخير فالشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقام 6688 يقول فالشيخ في حال المسح على الجوارب وفي حال يقول تبديل هذه الجوارب بأخرى هل يبطل الوطوع الحمد لله ينص أهل العلم على أنه يمسح على الجوارب التي لبسها والذي يظهر والله وعلم أنه إذا كان على طهارة ثم غير الجوارب أنه يصلي بهذا الجوارب الذي غيره يصلي فيه لكن إذا أراد أن يصع إذا انتقض وضوءه يجب عليه أن يخلعه ويأتي بالوضوع من جديد زكا الخير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600 55 16 88 الرسال النصية القصيرة 66 88 لمشترك اتصالات هناك الشيخ التي سألت عن العباء تقول غالب النساء هنا في الدولة يلبس اللون الأسود لكن هناك من تلبس غير الأسود فتقول هل يجوز أن ألبس غير الأسود أنا قلت إذا كان العرف الغالب العام لبس السواد ما تخالف المرأة نساء بلدي أما إذا كان هناك يعني أكثر من لون الأسود مثلا البني الأزرق يعني ليس عرف عام يجوز يجوز لها أن تلبس أحد الألوان التي لا تشتهر بها ما يعني ترمى الأبصار إليها مثلا يجوز ذلك زكرا الخير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم يقول ما رأيكم في دراسة التخصص يقول شريعة في جامعة وبها اختلاط عن من يقول أني متزوج وأعمل وقد أتأرض لفتنة ولم أجد بديل الحمد لله أما قول لم أجد بديل يظهر بأنه ما يعني مثلا ما بحث بشكل أوسع أو أكبر كليات الشريعة الموجودة في داخل الدولة إن كان السائل من داخل الدولة موجود ولله الحمد كليات شريعة ليس فيها اختلاط لذلك أنا أدعوه إلى أن يوسع دائرة البحث زاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم ما تقول معكم أن تصلي المرأة في السيارة ليظروف معينة بسبب عدم وجود مسجد قريب فتصلي في السيارة جالسة الحمد لله المرأة ما تصلي الفرض جالسة إلا إذا كانت عاجزة عن القيام عجزا كاملا وكون المرأة لا تجد مسجدا ليس عذرا في أنها تصلي جالسة وإنما تصلي قائمة تضع مثلا تكون في حديقة مثلا أو في موقف مثلا أو في بجوار الطريق وتجعل السيارة يعني ساترا لها سترا لها وتصلي يعني ليس عذرا هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ذاك الخير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم نفس السال فالشيخ الذي سال عن الدراسة يقول إذا كنت في أو في المدينة التي أنا فيها يقول لا لا يوجد لكن يقول أنا لا أستطيع أن أقود السيارة لأندي يقول مرض في العمود الفقري الحمد لله لا تجب عليك دراسة الشريعة وإنما ممكن أن تطلب العلم وأنت في البيت أو تدرس انتساب والآن ولله الحمد يوجد جامعات عالمية فيها كليات شرعية الآن عن طريق الإنترنت عن طريق الموقع الآن تدرس فيها كأنك منتظم حضوري لذلك أنا أدعو الأخي لأن يوسع دائرة البحث والسؤال يسأل أهل اختصاص وسيهتدي بإذن الله إلى ما يناسبه بإذن الله وتم بإذن الله بإذن الله كان لباسك لباسا على هدي النبي صلى الله عليه وآله سلم زكا الخير فض الشيخ وأحسن الله إليكم يريد منكم فض الشيخ نصيحة للنساء بالنسبة لدخولهم في برامج التواصل الاجتماعي وعرض صورهم والبعض يقول تفتح بث مباشر في بعض البرامج وقد يحصل بهذا خراب للبيوت الحمد لله لا شك بأن وسائل التواصل هذه سلاح منذ حدين فمن استخدمها في الخير فأجر ومن استخدمها في الشر فقد أثم وللأسف الشديد أن يعني كثير من الناس يستخدمون هذه الوسائل التي هي نعمة من نعم الله عز وجل والتي قربت البعيد وسهلت العسير ووفرت الوقت وأيضا وفرت الجهد المالي وشكلت يعني ارتباط طيب بين العوائل وبين الأرحام إلا أن بعض الناس وللأسف استخدمها استخداما سيئة ولا شك بأن من سأل يعني يشير إلى نوع من هذا التصرف والاستعمال السيء بحيث عرض المرأة تعرض جسدها وتعرض خصوصيات بيتها وتعرض شعرها أو شيء من هذا القبيل هذا كله من مما هو محرم في شريعتنا ولذلك المرأة إذا كان لها رغبة في الدخول في هذه الوسائل يجب أن تلتزم بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية وأن يكون لها هدف وهو نفع الناس ويعني الارتقاء بالناس سواء في الجانب الشرعي في الجانب الدنيوي أما هذه المحتويات الهابطة السيئة فهذه تضر ولا تنفع تضر ولا تنفع في الدنيا وتضر ولا تنفع في الآخرة ومما يؤسف له أن أشخاصا من هؤلاء يعني لقوا الله عز وجل ولكن خلفوا وراءهم ذنوب نعوذ بالله من هذه المحتويات السيئة التي ما تابوا إلى الله عز وجل منها فيما يظهر الله تعالى أعلم وبقي تتناقلها الناس و يعني ينشرونها وهي سيئات تبقى وتجري على الإنسان بعد وفاته نسأل الله العافية والسلام فالإنسان عليه أن يعتبر وأن يتعظ وأن يحذر من السقوط في مثل هذا الطريق وكون يعني الشخص بيده هذه الأجهزة المغرية لا يعني ذلك أنه يقتحم كل باب فكون يعني أنت عندك القدرة أو أنت عندك القدرة على شراء الجهاز أو مثلا صنع حساب معين خلاص يعني يفعل الإنسان ما يشاء لا يجب على الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يعلم بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه وأن هناك ملكان يكتبون الحسنات والسيئات ما يلفظ من قول إلا لديها رقيب عتيد وأن الإنسان ينبغي له أن يبني لآخرته وأن يعمل الخير وأن يصنع المعروف حتى يبقى الأجر والثواب جاريا عليه بعد وفاته ذاك الأخير شيخ أحسن الله يقول طلقت الزوجة بحكم القاضي بناء على طلب الزوجة وكان القاضي قد حكم بطلقة رجعية ويقول رجعتها أثناء العدة لكنها ترفض العودة فما الحكم الحمد لله بالنسبة للطلاق الرجعي إذا راجع الزوج امرأته وولو لم ترضى هي فلا عبرة بلضاها فهي راجع إلى أصمتي فإذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا سواء كان بينه وبينها أو عند القاضي وراجعها في العدة فهي زوجته وأما قضية رضاها وعدم رضاها هذه مسألة أخرى يعني مسألة أخرى لكن هي زوجها الآن ما دام أنه راجعها في العدة بارك الله فيكم فرص الشيخ وأحسن الله إليكم لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان نزيل أشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح من الأخراج حسن البلوشي تقبلوا تحيات محدثكم السحاق السلام عليكم ورحمة الله